كابتن أسامة بعد المبارد فضل يا فاروق اللي بتربى عليه لعيب النادلال أول حاجة الحمد لله على المكسب مكسب مهم في بداية الدوري يعني مدش ما ظهرناش بالشكل كويس بس الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب يعني فإن شاء الله هنكمل وإن شاء الله هنكمل اللي إحنا بدأناه وإحنا متعودين في النادلال إن إحنا بنلعب لآخر دقيقة جمه جاش في الأول اللي هيجي في الآخر فده اللي إحنا تربنا عليه إن إحنا نكمل حد آخر دقيقة كابتن محمد حشيش بقول لي عمل زي بركات شبه بركات يعني شبهك بواحد من نجوم كرة القدم المصرية ومن أساطير النادلالي بركات يعني شايف الكلام ده زي وتقول لي لكابتن حشيش كابتن حشيش طبعا بسلم عليه وهو طبعا كان بيجي يتفرج علينا من زمان يعني والشرف كبير طبعا حد يشبهنا من كابتن محمد بركات قول لي بقى يا ميدو أنتو دايما نبنع في النادلالي عندنا بنعب داخر ديقة حسيت إن المباراة هتهرب أنت كابتن للفريق وكقائد للفريق بتتكلم مع اللعبين في الملعب إزاي شاف المباراة هتوجات أكتر من مرة يعني إحنا في الأول وفي الآخر إحنا بننعب لحد آخر ديقة كسبانين خسرانين دي اللي إحنا متربين عليه فكان دايماً كلامي مع اللعبة للسبادري أنا كنت مع النفسي حاس إن إحنا كنا نكسب حتى يعني المتش رايح جاي والحد آخر ديقة والحاجات اللي حصلت في المتش بس الحمد لله يعني ربنا كرم نعب المتش أولي الأول لما بتلعب برجلك الشمال النهاردة الهدف واخد القرار تلعب برجلك الشمال يعني قولي بقى خدت القرار إزاي وانت حطيتها بالقدم اليسر يعني يا فاة توفي من ربنا الحمد لله بس إحنا يعني أنا في التمريم متعاود إن أنا أعب على طول يعني يمينة وشمال بس فيها توفيه كبير كابتر حشيش بيقولي بيلعب يمينة وشمالة آه فيها توفيه كبير من عند ربنا يعني أني تروح بالشكل ذه الحمد لله ميدو بتمنى لك التوفيق مرحلة ومباراة بنقفلها عندنا مرحلة جاية إن شاء الله كل التوفيق في مباراة اللي جاية بإذن الله حبيبا جابت الفاروخ لسه مستمرين